لو الحكاية فيها إنا فيدي موليد الأسد في 2020 دي سنة الصعود بالنسبة لكم فحاولوا تلحقوها موليد الأسد هم المولودين من يوم 23 يوليو لغاية 22 أغسطس زي ما قلت سنة 2020 دي سنة الصعود وممكن يكون فيه أجواء ممتعة جدا بالنسبة لكم على كل الأسعدة تقدروا أن انتوا تعيشوا فعلا أجواء جديدة وتحققوا تقدم على الصعيد المهني وعندكم على الصعيد العاطفي شعور بالاتزان وممكن تكون علاقتكم بكل الحواليكم فيها عمق أكتر وفيها هدوء أكتر إن شاء الله لو بدأنا بالصعيد العاطفي هنلاقي إن المتجوزين هيكون عندكم المشتري وزحل وبلوتو التلاتة موجودين في المنزل السادس ده بيديكم شعور بالاستقرار وبالاتزان وبتلاقوا ساعدتكم أكتر في العلاقات الهدية خلال السنة دي وبتعرفوا تستمتعوا أكتر بالحياة حتى البسيطة يعني مش لازم يكون عندكم متطلبات كتير ده اللي عندكم السنة دي إحساسكم إن انتوا حتى الحاجات البسيطة بتساعدكم كل اللي انتوا محتاجينه السنة دي إنكم تعيشوا حياة منظمة ده بسبب وجود ثلاث كواكب في المنزل السادس بيخليكم تحبوا تنظموا حياتكم أكتر وبيديكم إحساس بالأمان وتقدروا تقوى علاقتكم بشركاء الحياة لو بدأنا بالصعيد العاطفي هنلاقي إن المتجوزين هيكون عندكم المشتري وزحل وبلوتو التلاتة في المنزل السادس ده بيديكم شعور أكتر بالاستقرار وبالاتزان وبتلاقوا سعادتكم أكتر في العلاقات الهادية وفي متع الحياة البسيطة يعني مش هيكون عندكم متطلبات كتير عشان تشعروا بالسعادة أنتم ممكن حاجات صغيرة جدا هي اللي تساعدكم كل اللي هتحتاجوا السنة دي أنكم تعيشوا حياة منظمة تحسوا فيها بالأمان وتعرفوا تقوى من خلالها علاقتكم بشركاء الحياة وبشوف أن الترابط مع شركاء الحياة هيزيد أكتر في الفترة من أول 3 أبريل لغاية 6 أغسطس الفترة دي فينس هيكون في وضع داعم بالنسبة لكم هيساعدكم أكتر أنكم تزودوا الترابط مع شركاء الحياة أما إذا كنتوا مش مرتبطين فبشوف برضو أن الفترة من 3 أبريل لغاية 6 أغسطس فينس بما أنها في منزل الأصحاب بتديكم فرص هايلة للارتباط وخصوصا أنه ممكن تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب في الفترة دي هيكون عندكم سحر وجاذبية جدا وتعرفوا تفتنوا الجنس الآخر جدا كمان من 28 يونيو هيكون عندكم استعداد أن أي علاقة عاطفية دخلتوا فيها تتحول لعلاقة جدا ابتداء من 28 يونيو إن شاء الله أما على الصعيد المهني والاجتماعي بشوف إن وجود 3 كواكب عندكم في منزل العمل ده بيديكم طاقة هايلة وعندكم قدرة إنكم تنظموا جهدكم وتنظموا أولوياتكم وتعرفوا توظفوا جهدكم في اتجاه سليم وتعرفوا تحطوا لنفسكم أهداف جديدة ويكون عندكم طرق مبتكرة للوصول لأهدافكم بس مهم إنكم تكونوا منتبهين أسماء طريقكم أو في طريقكم للأهداف دي تنتبهوا إنه فيه أورانوس في وضع معاكس فده ممكن يخليكم يعني تقعوا في أخطاء في بعض الأحيان فلازم تراجعوا خطواتكم كويس وتدرسوا خياراتكم كويس ومع ذلك من أول 28 يونيو هيكون عندكم قدرة إنكم توصلوا لأهدافكم بسرعة من أول 28 يونيو هيكون المريخ بيدعمكم جدا في منزل الحظ وبيديكم كل أدوات التقدم والنجاح والصعود إن شاء الله على الصعيد المالي عندنا المشتري وبلوتو موجودين بالنسبة لكم في المنزل السادس وده بيديكم قدرة على تنظيم مصارفكم المشتري وبلوتو هما الكواكب المسؤولة عن الفلوس في دايرة الزودياك وده بيساعدكم كتير وجودهم في المنزل السادس بيساعدكم إن انتم تحطوا ميزانية محددة وتلتزموا بيها وكمان بتعرفوا وتوجهوا أكتر جهودكم نحية أي حاجة بتحقق لكم مكاسب مطلوب بس منكم من أول السنة لغاية أول يوليو إنكم مضغم روش في الأمور المالية لأن أغلب الوقت من أول السنة لغاية أول يوليو فيه كواكب في مواجهة بورجوكو فمطلوب مضغم روش ماليا وحاولوا تركزوا عشان ما تنسوش التزاماتكم المالية أما على الصعيد الصحي فبشوف إنه من أول 3 أبريل عندكم طاقة مزهلة فينس هتكون في منزل العلاقات وده وضع داعم جدا بيديكم طاقة ونشاط وكمان ممكن يكون عندكم مظهر رياضي وعندكم استعداد لممارسة الرياضة جدا فده هايل من أول 3 أبريل وده مستمر لغاية آخر السنة يعني مش بس من بعد فينس ما بتخرج في أول 8 أو يوم 6 8 لأ فيه كمان المريخ بيبقى مستمر معاكم في وضع داعم فبيديكم الطاقة إن شاء الله لغاية آخر السنة فيه بس وضع ممكن يكون مقلق شوية أورانوس في وضع معاكس وده ممكن يتسبب ليكم من وضع يعني من وقت للتاني في عدم انتظام في ضربات القلب وده نتيجة إن انتوا عندكم طاقة وحركة كتير فحاولوا في الوقت دا إنكم لو شعرتوا بعدم انتظام في ضربات القلب بتحاولوا تاخدوا قسط وافر من الراحة دي أهم حاجة في وسبة الطاقة الكبيرة اللي عندكم موليد التور عندكم سنة 2020 هي سنة البنى بالنسبة لكم وموليد التور مولودين من يوم 20 إبريل لغاية 20 مايو بشوف إنه سنة 2020 هي سنة رائعة بالنسبة لموليد برج التور فياريت تاخدوا بالكم وتنتهزوها يعني أنا بشوف إنه موليد التور من الناس اللي عندها حظ رائع أو يمكن يكونوا هما الأكثر حظا كمان في سنة 2020 وزي ما قلت هي سنة البنى بالنسبة لكم بتقدروا تبنوا كل حاجة في كل المجالات على أسس راسخة وعندكم انفتاح أو استعداد للانفتاح أكتر واستعداد إنكم تتقبلوا التغيير أكتر من قبل كده كمان وجود أورانوس في برجكم ده كوكب الثورات ده بيخليكم تصوروا على كل حاجة مش عجباكم وده هيكون لصالحكم خصوصا مع وجود ثلاث كواكب في منزل الحظ طول السنة وأول السنة كمان هما خمس كواكب بيدعموكم وبالتالي أنا بشوف إنه السنة بدأ هيلة بالنسبة لكم لو بسينا على الصعيد العاطفي بشوف إنه الناس المتجوزين هيكون عندكم تصرف بنضج أكتر بس عندكم روح استقلالية أكتر مش هتلجأوا للحروب ولا للخلافات أو للخناء مع شركاء الحياة عشان تدفعوا عن استقلاليتكم لكن هتعرفوا إنكم تعرضوا مطالبكم بهدوء وبطريقة مقنعة خصوصا مع وجود الثلاث كواكب اللي هما المشتري وزحل وبلوتو في منزل الحظ ده بيساعدكم إنكم تعملوا اللي أنتوا عاوزينه بس بأسلوب هادي بدون خناء وبدون مشاكل لو العلاقة مع الطرف الآخر ما هياش فيها توافق برضو هتكونوا عارفين تاخدوا قرارات لو عايزين تاخدوا قرار بالبعد أو بالانفصال هتعرفوا تاخدوا القرار ده وبمنتهى الهدوء مواليد التوربع اللي مش مرتبطين بشوف إن عندكم حظ رائع في الارتباط السنادي خصوصا من المشتري وزحل طبعا المشتري هو كوكب الحظ وموجود في منزل الحظ فده بيديكم حظ مضاعف وعندكم كمان زحل وبلوتو في منزل الحظ ده بيخليكم تعرفوا تاخدوا قرارات موفقة وفي حظ كبير في الارتباط وممكن تتحول عندكم علاقة تكون قرار دي موجودة وتبدأ تاخد شكل أكثر جدية أما على الصعيد المهني بشوف إنه طبعا وجود المشتري وزحل وبلوتو التلاتة في منزل الحظ ده يعني بيديكم منتع الحظ في الفلوس وفي الشغل حيكون عندكم قدرة هيلة على الإنجاز عندكم طاقة لو في ملفات صعبة قبل كده في شغل تقيل كل ده حيكون عندكم السنادي الطاقة إنكم تنجزوا الأعمال دي على أكمل وجه كمان لو بتديروا فريق عمل تقدروا إن انتوا تديروا الأمور بنجاح وتديروا الأشخاص بنجاح عموما هيكون عندكم كمان قدرة إنكم تحطوا خطط طويلة المدى وتشتغلوا عليها عندكم طموحات أكتر عندكم استعداد للتجديد وللابتكار في شغلكم وتقدروا إن انتوا تكسروا كمان الروتين في الشغل وتغيروا أسلوبكم أو تغيروا حتى اتجاهاتكم عندكم إمكانيات كتير السنادي وخيارات كتير وتعرفوا تختاروا حلو وتحسنوا الاختيار وتحسنوا التصرف إن شاء الله أما على الصعيد المالي فطبعا مع وجود المشتري اللي هو كوكب الحظ في منزل الحظ ده بيديكم فرص هيلة إنكم تزودوا داخلكم من أول يناير الفرص موجودة تعرفوا تتفاوضوا على زيادة مثلا مرتب أو زيادة فلوس هتعرفوا إنكم تتفاوضوا على بيع أو شراء بنجاح تعرفوا تسبردوا حقوق كانت رايحة كمان تقدروا تعملوا أعمال مربحة جدا وتزودوا مدخرات أو أملاك كمان زحل في منزل الحظ ده بيديكم قدرة إنكم تديروا أموركم المالية بحكمة وتعرفوا تنظموا نفقتكم وتعرفوا توفوا بالتزاماتكم المادية أما على الصعيد الصحي فبشوف إنه طبعا عندكم أربع كواكب بيدوكم طاقة ونشاط جدا ومنتهى الطاقة أورانوس في برجكم عندكم المشتري وزحل وبلوتو التلاتة في منزل الحظ يعني الأربع كواكب دول بيدوكم طاقة وتعرفوا تكونوا يقزين جدا وتعرفوا تلاقوا العلاج المناسب لأي حاجة بتشعروا بيها يعني حتى لو عندكم في بعض الأحيان متاعب صحية هيكون عندكم استعداد إنكم تلاقوا حل للمتاعب دي أو تحسنوا اختيار العلاج لأي مشكلة صحية كمان موليد التور يعني ممكن بس يكون عندكم فترة من أول 28 ستة المريخ هيبقى في منزل الصحة الصلبي في الوقت ده بقى ممكن الطاقة شوية تكون أقل فمهمة أو يبتدأ من 28 ستة مهمة جدا إنكم تبدأوا تنظموا جهدكم تعتنوا أكتر بصحتكم ما تهملوش أي عارض صحي وتاخدوا قسط وافر من الراحة ده ابتداء من 28 ستة إن شاء الله وطبعا لازم تعملوا في سرية وكتمان برضو من أول 28 ستة ده حفاظا على صحتكم وعلى سلامتكم لأن ممكن تكون العيون مسلطة عليكم وده بيعرضكم للحسد وممكن يعرضكم المتاعد فتاخدوا بالكوا تعملوا في سرية وكتمان وتتجنبوا الزهو بنفسكم والفخر بنفسكم من أول 28 ستة موليد الجدي مولودين من أول 22 ديسمبر لغاية 20 يناير وسنة 2020 بالنسبة لكم هي سنة السعادة المشتري اللي هو كوكب الحظ موجود في برجوكو وده بيديكم فرص مهمة إن شاء الله ويديكم كمان سعادة في الحب خلينا نشوف موضوع الحب على الصعيد العاطفي بشوف إن المتجوزين عندكم زحل وبلوتو مازالوا في برجوكو وده الكوكبين تقال ممكن يخليكم يخلوكم عندكم تساؤلات كتيرة جواكم بتحاولوا إن انتوا تحللوا أكتر من اللازم لكن الانقاذ لكم السنة دي وجود المشتري في برجوكم اللي هو كوكب الحظ ده حيديكم حالة إيجابية في الرد على أسئلتكم يعني حالة القلق اللي كانت عندكم السنة اللي فاتت بسبب وجود زحل وبلوتو ممكن المشتري خليكوا تتغلبوا عليها وتكونوا متفقلين أكتر وتلاقوا ردود إيجابية على تساؤلاتكم ويكون عندكم ثقة أكتر في الطرف الآخر وتعرفوا تحققوا السعادة ويكون عندكم كمان إسرار المشتري بيديكم إسرار على إنكم تعيشوا أوقات حلوة وأوقات سعيدة مع شركاء الحياة أما إذا كنتوا مش مرتبطين فبشوف إنكم يعني ما تتعبوش نفسكم في إنكم تدوروا على الحب هو الحب حيجي لكم لوحده الحب حيفرض نفسه عليكم إن شاء الله السنة دي كأمر واقع المشتري موجود في برجكم بيديكم منتهى الحظ هو ملكه الحارس خلال السنة دي وده بيديكم السعادة العاطفية إن شاء الله اللي ممكن تقلب لكم حياتكم رأسا على عجب وده احتمالاته كبيرة طول ما المشتري في برجكم نروح بقى للصعيد المهني وعلى الصعيد المهني أنا بشوف إنه مع وجود المشتري وزحل وبلوتو التلاتة في برجكم ده بيديكم فرص هاي لا صحيح زحل ما هواش كوكب رائع لكن مع وجود المشتري ممكن يخليكم يعني واقعيين أكتر في النقط تحققوا أحلامكم وطموحاتكم بالتأكيد المشتري بيديكم طموح أكبر وحظ أفضل وفلوس أفضل كمان يعني بشوف إنه بقى وجود زحل بيكمل المهمة اللي بدأها المشتري ويخليكم تتحملوا أكتر مسؤولياتكم وتكونوا واقعيين في تحقيق في الخطوات اللي بتتتبعوها لتحقيق أهدافكم وزحل يخليكم عندكم استعداد للعمل بخشونة أكبر وزي ما قلت وجود المشتري في برجكم كمان هيخلي سقف طموحاتكم يبقى أعلى ويديكم سهولة ويسر في تحقيق النجاح وزحل وبلوتو بيساعدوكم كمان إنكم تحطوا خطط مربحة تخلي مكانتكم أعلى إن شاء الله في مجالكم المهاني على الصعيد المالي بشوف إن وجود المشتري اللي هو كوكب الحظ وكمان بلوتو اللي هو كوكب الغنى الكوكبين دول هما المسؤولين عن الفلوس في دايرة الزودياك وده بيديكم وقت مثالي للبيع والشراء والتفاوض كمان زحل بجديته بيساعدكم إنكم تزبطوا مصارفكم وتنظموها وتحطوا خطة خشنة في الفلوس يعني مش هتبقوا مبزرين قوي تعرفوا تنظموا وتديروا أموركم المالية بحكمة في النهاية بشوف إنه ممكن يكون عندكم قاعدة مالية يعني على آخر السنة ممكن تكونوا عملتوا قاعدة مالية قوية ويكون عندكم قدرة شرائية أفضل إن شاء الله أما على الصعيد الصحي فوجود المشتري وبلوتو في برجكم دا بيديكم طاقة هيلة ونشاط وكمان زحل بيساعدكم إنكم تحطوا نظام حياة صحي فيعني ممكن دا يساعدكم إنكم تحفظوا على الطاقة والنشاط اللي المشتري وبلوتو بيديها لكم بس زحل في برجكم أحيانا ممكن يتسبب ليكم في شعور بألم خصوصا ألم المفاصل أو عموما أي ألم يعني لكن يعني الحمد لله إن المشتري وبلوتو موجودين فده بيساعدكم تتغلبوا بيديكم قوة أكتر إنكم تتحملوا وتتغلبوا كمان على أي ألم بتشعروا به كل سنة وإنتوا طيبين موليد الجوزاء في سنة عشرين عشرين هيكون عندكم سنة مليانة حب دي سنة الحب بالنسبة لكم وكمان سنة انكشاف الحقائق يعني هيكون موليد الجوزاء عندكم وفرص كويسة إنكم تكشفوا حقائق ما كنتوش عارفينها أو تكتشفوا حقيقة أشخاص الأول أقول لكم موليد الجوزاء هم المولودين من واحد وعشرين مايو لغاية واحد وعشرين يونيو وسنة عشرين عشرين كمان هتكون سنة هايلة لتحقيق تقدم مهني وكمان الحب بقى لأن فينس موجودة في برجكم أربع شهور من أول ثلاثة أبريل لغاية لغاية أو الثمانية أو بالزبط لغاية الستة تمانية الفرص هتكون قدامكم كبيرة للارتباط ده لو انتم مش مرتبطين ولو مرتبطين هيكون إن شاء الله عندكم استمتاع بالحب وزي ما قولنا ده من أول أبريل لغاية الستة تمانية على الصعيد العاطفي اللي هي أهم حاجة عندكم السنة دي المتجوزين هيكون عندكم من أول ستة تمانية أربع شهور تقدروا تعملوا فيها تفاهم حلو مع شركاء الحياة وتعرفوا تتواصلوا بزكاء أكتر وبسهولة أكتر مع شركاء حياتكم وتقدروا تستعيدوا مشاعركم من جديد تجاه شركاء الحياة خصوصا بعد مقدته 2019 غالبا كان فيها مشاكل زوجية كبيرة لأن المشتري كانت طول السنة قصادكم بيتسبب ليكم في مشاكل زوجية خلاص السنة دي ممكن تصلحوا الأحوال مع شركاء الحياة وتقدروا تحققوا زي ما قولنا تفاهم وتواصل أفضل أما الناس اللي مش مرتبطة عندكم من أول 3 أبريل غاية 6 أغسطس فترة هايلا فينوس في برجكم بتديكم طاقة عاطفية بتديكم حظ في الحب بتزود جاذبيتكم ومن المحتمل أنكم تقابلوا حد خلال الفترة دي يكون يعني ينشأ حب حقيقي في الفترة دي وكمان وجود وجود زحل في منزل الحظ من أول 22 مارس لغاية 28 6 ده هيديكم علاقة ممكن تدوم جدا وممكن يعني أشوف إنه لو ارتبطتوا في الفترة دي ممكن تكون علاقة موفقة جدا اللي هي الفترة من أول 22 مارس لغاية تقريبا أول 7 أما على الصعيد المهني والاجتماعي فبشوف إنه من أول السنة لغاية آخر شهر 6 هيكون عندكم قدرة على التعامل مع الضغوط بمنتهى الحكمة وتعرفوا تكونوا مصرين إنكم تقوموا بواجباتكم على أكمل وجه كمان زحل في منزل الحظ من أول 22 مارس لغاية أول يوليو ده بيديكم حماس وبيديكم كدرة على التخطيط وبيساعدكم جدا إنكم توصلوا لأهدافكم وتعرفوا كمان تحصلوا على عروض أفضل خلال الفترة دي بس بس الدعم الحقيقي هيبدأ من أول 28 ستة لما المريخ يدخل في منزل المشروعات ويديكم قدرة هيلة من أول 28 ستة هيبقى عندكم قدرة هيلة على التطور وعلى إطلاق مشاريع وأفكار جديدة وتعرفوا وتفردوا وجهة نظركم وتحصلوا على التأدير أما على الصعيد المالي فالمشتري وزحل وبلوتو التلاتة موجودين في منزل المدخرات ده بيديكم سنة مناسبة جدا للبيع والشرا والسنة حلوة لتنمية أملاك أو تنمية مدخرات كمان فينس هو برجو من أول 3 أبريل لغاية 6 أغسطس ده بيديكم سهولة ويسر في اكتساب المال إن شاء الله على الصعيد الصحي بشوف إنه وجود فينس في برجوكم من أول 3 أبريل لغاية 6 أغسطس ده بيديكم سحر وجاذبية وبيخليكم معتنيين أكتر بنفسكم وتعرفوا تستمتعوا أكتر بوقتكم كمان المريخ هيكون داعم لكم جدا من أول 7 لغاية 7 سبتمبر وكمان من 14 نوفمبر لغاية آخر السنة الأوقات دي حيكون عندكم منتهى القوة والنشاط والحيوية عندكم روح تفاؤل كمان أورانوس لكن يعني كمان قبل ما نروح لأورانوس بشوف أنه الفترات اللي هي المريخ بيدعمكم فيها من أول 28 ستة لغاية 7 سبتمبر ومن 14 نوفمبر لغاية آخر السنة الفترة دي بشوف أنها فترة هايلة أنكم تقدروا تنجزوا فيها حاجات مهمة هيكون عندكم الطاقة والنشاط اللي ساعدكم وكمان تقدروا تمارسوا فيها الرياضة هتكون وقت مناسب عندكم الطاقة اللي تسمح ليكم بممارسة الرياضة من قرانوس بقى موجود في منزل ال 12 ده ممكن يخليكم في بعض الأحيان عرضة للانفعالات والانخفاض الطاقة من وقت للتاني مش على طول لكن أكتر ده ينطبق على مواليد العشرية الأولى فبقول مواليد العشرية الأولى بس بحاولوا أنكم تتحكموا فين فعلتكم إذا حصيتوا بأنكم بتفقدوا عصابكم بسرعة أو بتتعابوا بسرعة إذا في الوقت ده محتاجين تاخدوا قسط وافر من الراحة بس هيكون كل الحاجات عابرة وحلها هو أنكم تاخدوا قسط وافر من الراحة وكل سنة وإنتوا طيبين مواليد الحمل في سنة عشرين عشرين عندكم سنة المفروض أنها سنة التغيير أنا بسميها سنة التغيير مواليد الحمل هما المولودين ما بين واحد وعشرين مارس لغاية عشرين أبريل سنة عشرين عشرين مع مواليد الحمل بتبدأ وعندكم خمس كواكب في وضع معاكس طبعا دي مش حاجة لطيفة حيقلوا مع الوقت وحيبقوا ثلاث كواكب في وضع معاكس بعد كده أحيانا ممكن يبقوا كواكبين طبعا الصنة طويلة لكن الأساسي أنه يعني في أفضل حالات هيكون فيه كواكبين في وضع معاكس ده بالتأكيد هيكون بيجيب لموليد الحمل شوية ضغوط على الصعيد المهني لأنه معاكس في منزل العمل الكواكب معاكسة في منزل العمل لكن رغم الضغوط والإربكات هيكون عندكم حاجات تانية بتدعمكم وبتخليكم يعني تعرفوا تتغلبوا إن شاء الله على الضغوط وكمان هنكلم عن ده بالتفصيل كمان هيكون في النهاية فيه تغيير للأفضل الوضع العاطفي أشوف أنه هيكون أفضل مع موليد الحمل خصوصا إنه فيه أربع شهور وفينوس هتكون في وضع داعم بالنسبة لكم خلينا نبدأ بالنحية العاطفية اللي هي حلوة بالنسبة لكم على الصعيد العاطفي إذا كنتوا متجوزين عندكم من أول تلاتة أبريل لغاية أول أغسطس فينوس في وضع داعم أربع شهور بتديكم فرصة هيلة إنكم تقربوا أكتر من شركاء حياتكم سعب على الغاية آخر السنة في بورجوكو دا من أول سبعة أو نقدر نقول بالزبت من أول 28 يوميو حيكون المريخ بيديكم طاقة عاطفية هيلة مشاعر مشتعلة دا على الصعيد العاطفي دا بيخلي عندكم روح مشاركة وتعاون أكتر مع الشركاء الحياة وتعرفوا تأثروا جدا في الطرف الآخر دا لو أنتم متجوزين كمان لو أنتم مش متجوزين ومش مرتبطين أشوف أنه ممكن يكون في أول السنة عندكم شوية تشوش عاطفي حالة صعود وهبوط في المشاعر لكن تداء من 3 أبريل لغاية أول 8 حيكون عندكم استعداد كبير للحب ويزيد كمان أكتر الحالة العاطفية تزيد أكتر من أول ما المريخ يدخل في برجكم في 28 يونيو حتزباد جذبيتكم المريخ بيديكم جذبية هايلة ويبقى عندكم طاقة عاطفية أكتر كل دا ممكن يجذب ليكم الجنس الآخر ويكون فيه احتمالات كبيرة للارتباط بس نصحتي لموليد الحمل أنكم حاولوا متى جارفوش لا لو أنتم لسه مش مرتبطين متى نجارفوش في الحب لازم تاخدوا وقتكم وتدريسوا كويس الطرف الآخر لأن ما زالت المعاكسات الفلكية قايمة مش لازم ننسى أنه فيه ثلاث كواكب وضع معاكس طول السنة فلازم فلازم وقتكم في دراسة الشخص الآخر على الصعيد المهني والاجتماعي زي ما قلت السنة بتبدأ خمس كواكب في وضع معاكس مهنيا وطول السنة فيه ثلاث كواكب في وضع معاكس اللي هما المشتري وزحل وبلوتو ده ممكن يتسبب لكم في شغل في بعض العقبات والارباكات لكن أشوف أن ده ممكن يكون سبب كويس لأن تعملوا تغيير إيجابي في حياتكم وممكن ده يفتح لكم أبواب للتجديد خصوصا من أول 28 6 لما المريخ يدخل في برجكم ده بيديكم إسرار أكتر بيديكم روح قتالية عشان تتغلبوا على العقبات فبشوف أن النص السنة الثاني أو من أول خصوصا من أول سبعة هيكون عندكم الإصرار أنكم تتغلبوا على أي عقبات بتقابلكم على الصعيد المالي عندكم للأصف المشتري وبلوتو في وضع معاكس وده بيخليكم تتسرعوا في قرارات مالية بيخليكم تميلوا للمغامرة كمان أورانوس اللي في منزل المال بيخليكم تميلوا للتبزير وبالتالي يعني أنا بشوف أنتم لازم تاخدوا بالكوا جدا بالنسبة للفلوس في سنة عشرين عشرين مهم جدا أنكم تحاولوا تحطوا تخطيط واقعي يتناسب مع دخلكم عشان ما يحصلش خسائر ترجعوا تندموا عليها على الصعيد بقى الصحي بشوف أنه طبعا وجود تلات كواكب في وضع معاكس اللي هما المشتري وزحل وبلوتو ده بيخليكم ممكن تكون طاقتكم قليلة في أوقات كتير نيبتون كمان في منزل الصحة السلبي بيخليكم ممكن منهكين القوة أو تتعبوا بسرعة بس بشوف أنه من أول 3 أبريل يعني الحالة الصحية هتتحسن كتير وجود فينس في وضع داعم بيديكم تحسن كتير في المظهر وفي الصحة وابتدأ بقى من 28 يونيو المريخ المريخ ده كوكب الحرب والطاقة فبيديكم طاقة وحماس وتقدروا أن أنتم تتغلبوا على كل المتاعب اللي كانت موجودة قبل كده وحيكون وقت مناسب جدا أنكم تنجزوا عندكم طاقة هتساعدكم أكتر على الإنجاز وكمان وقت مناسب لممارسة الرياضة لو عايزين تعملوا رياضة موليد الحوت هم المولودين من أول 20 فبراير لغاية 20 مارس وسنة 2020 بالنسبة لكم هي سنة التموح والمكاسب سنة 2020 هيكون الحظ إن شاء الله بيحلفكم على كل الأسعادة ويكون فيه تعويض عن سنة 2019 اللي كان فيها ضغوط كتير خصوصا على الصعيد المهني عموما هيكون لسه فيه شوية ضغوط لغاية نص فبراير لكن من أول أو من بعد نص فبراير الدنيا هتكون أفضل كتير وهيكون فيه انفراجة رائعة معاكم وسعيدها هيكون عندكم سبتعداد تحققوا تطور مهني وعندكم فرص تحققوا التطور اللي انتو عاوزين على الصعيد العاطفي كمان هيكون عندكم الحب اللي انتو بتحلموا بيه واجتماعيا عندكم أصحاب مخلصين كل اللي انتو كنتوا بتحلموا بوجوده في حياتكم ممكن تلاقوه في 2020 على الصعيد العاطفي إذا كنتوا متجوزين السنة دي الحب مع شركاء الحياة أو العلاقة مع شركاء الحياة هتكون أقوى وأفضل هيكون فيها حب أكتر هيكون فيه إمكانيات حقيقية إنكم تبنوا حياة على أصص قوية نيبتون كمان في برجكم بيخليكم تؤمنوا بالحب أكتر وتكونوا عايزين فعلا تعملوا شراكة أبدية تدوم كمان المشتري وزحل وبلوتو التلاتة في وضع داعم بيديكم شعور بالاستقرار النفسي وبالثبات في المشاعر كل ده إن شاء الله بيديكم فرص تعيشوا حياة زوجية هادية أما لو كنتوا مش مرتبطين فبقول لكم إنه السنة دي أنتم مش عايزين تحلموا بحاجة مش وقعية أو مش عايزين تشوش عاطفي تناغم نبتن مع المشتري ومع زحل ومع بلوتو طول الصنع دا بيديكم رغبة في إنكم تدوروا على علاقة حب حقيقية ومختلفة وتكون وقعية ما تكونش مش علاقة مبنية على الأحلام أصبروا لأنه ممكن تلاقوا العلاقة دي بس هيكون احتمالات وجودها أكتر بعد الصيف يعني بعد ما الصيف يخلص يعني على الخريف إن شاء الله ممكن يكون في تطور في علاقة عندكم ويكون في توافق ويكون في ممكن علاقة صداقة تتحول لحب والله أعلم أما على الصعيد المهني فبشوف إنه تلات كواكب المشتري وزحل وبلوتو التلاتة في وضع داعم ده بيديكم فرص هيلة مهنيا وتعرفوا إنكم تدفعوا كوي صال مصالحكم وتتحملوا مسئولياتكم وده حيساعدكم إن انتم تتنقلوا لمكانة أفضل إن شاء الله ما تترددوش السنة دي في إنكم تزودوا معلوماتكم بالدراسة لأن ده حيساعدكم جدا إنكم تحققوا تطور في مجالكم المهني وده حيزود قيمتكم المهنية كمان وجود أورانوس في منزل العلاقات ده بيخليكم ملهمين بالأفكار وبيديكم يقزة ذهنية وتقدروا تثبت وجودكم جدا في كل عمل بتقوموا به وممكن قوي تتلقوا عروض مغرية وتحددوا اتجاه جديد مثلا تعملوا فيه عموما ممكن يكون عندكم يعني روح ملهمة وأفكار هيلة خصوصا لو بتعملوا في مجال إبداعي أو في مجال فني هيكون عندكم قدرة هيلة على الإبداع عندكم تحديات كتير بتتطلب منكم استعداد للتكيف للمشاركة وانتو عموما بشوف انه مواليد الحوت هما موهوبين في التكيف نبتون كمان في برجكم بيديكم بصيرة وبيديكم روح ملهمة أكتر وتقدروا تعتمدوا على الحاجتين دول هيساعدوكم جدا في تحديد خيارات سليمة أو اتخاذ قرارات سليمة إن شاء الله أما على الصعيد المالي فطبعا المشتري وبلوت وكوكبين بتوع الفلوس موجودين في وضع دعام فده بيديكم فرص هيلة لتنمية مشاريعكم والحصول على دعم مدي من بعض الناس من السهل إنكم تحصلوا على دعم مدي في خلال عشرين عشرين بس مطلوب منكم إنكم تكونوا حاضرين من أول تمانية وعشرين ستة المريخ هيكون عندكم في منزل المال أو وده المنزل التاني بيخلي تركيزكم مش كبير فضروري تحاولوا تضعفوا الحضر من أول تمانية وعشرين ستة تعتنوا بحساباتكم والضعفوا كمان الحضر أكتر وأكتر من أول تمانية سبتمبر لغاية تلاتتاشر نوفمبر هيكون المريخ بيتراجع في الفترة دي فبرده حاولوا أنكم ما تستعجلوش في قراراتكم المالية من أول تمانية وعشرين ستة وتزودوا الحكاية أكتر من أول تمانية سبتمبر لغاية تلاتتاشر نوفمبر وعموما ما تغمروش في مصاريف مش ضرورية أما على الصعيد الصحي فنبتون موجود في برجوكو ده بيخلي أحيانا مناعة تكون ضعيفة من وقت للتاني فحاولوا أنتوا تقووا مناعتكم دايما بالتغذية السليمة ومع ذلك أنا بشوف أنه وجود المشتري وزحال وبلوتو التلاتة في وضع داعم ده بيساعدكم أنكم فعلا تتبعوا نظام صحي وعموما اعرفوا أنه صحتكم السنة دي مرتبطة بالغذاء السحي وبفترات النوم الكافية يعني لازم تاخدوا قسط وافر من الراحة وتحاولوا أنكم تمشوا على نظام صحي سليم أو نظام غذائي صحي سليم ده حيخليكم أكتر قوة ويقوي مناعتكم هو ده الحاجة اللي لازم تشتغلوا عليها عشان تحافظوا على صحتكم السنة دي موليد الدلو هم المولودين من أول 21 يناير لغاية 19 فبراير السنة دي بالنسبة لكم أو سنة 2020 بالنسبة لكم هي سنة التغيير سنة 2020 هيكون عندكم رغبة في أنكم تخرجوا عن كل شيء مألوف الحظ بيحالفكم عاطفيا كمان من أول 4 أبريل أو من أول 3 أبريل لغاية 6 أغسطس لكن مهنيا مهم جدا إنكم تحددوا أهدافكم كويس وتتحركوا بحذر هنشوف كل حاجة بالتفصيل ونبدأ بالصعيد العاطفي إذا كنتوا متجوزين قرانوس موجود في وضع معاكس وده ممكن يتسبب في خلافات سبب هيكون راجع لمسائل عائلية أو خيارات حياتية ومع ذلك هتقدروا إنكم تستعيدوا هدوء الحياة الزوجية من أول 3 أبريل غاية 6 أغسطس أغسطس فينس فينس موجودة في منزل الحب وده بيديكم فرص إنكم تلاقوا الحب الحقيقي اللي أنتم بتحلموا به الظروف ممكن تكون هاي لأنكم تقابلوا شخص جد وشخص فعلا بيدور على السعادة ويكون مستعد يشارككم الحياة أما على السعيد المهني فسنة 2020 بتكبركم إنكم تخرجوا عن حالة الاسترخاء وممكن تلاقوا نفسكم مدفوعين دفعا لتغيير مصار حياتكم أو لإزهار جوانب جديدة من شخصيتكم ومن مواهبكم حاولوا تكونوا منتبهين وتحددوا أهداف واقعية حاولوا تبعدوا عن الأفكار والمشاريع الخيالية والقرارات المتسرعة لأن أورانوس في وضع معاكس ده بيديكم رغبة في التغيير لكن في نفس الوقت ممكن يكون التغيير ده في مخاطر فلازم تكونوا منتبهين تدريسوا كويس أوي كراراتكم بلاش التصرع وبلاش المغامرة مش في صالحكم السنة دي ومع ذلك المريخ من أول 28 يونيو بيدخل بيدخل في وضع داعم بالنسبة لكم في منزل العلاقات وده بيديكم فترة هايلة من أول 28 ستة لغاية آخر السنة ده وقت رائع لو عايتين تعملوا فيه انترفيوز هيكون عندكم يقزة ذهنية أكتر ولباقة وسرعة بديهة من أول 28 ستة تقدروا تعملوا علاقات موفقة جدا وإقاع الحياة عندكم هيمشي بصورة أسرع تقدروا تحقق وتقدم بصورة أسرع وحيكون عندكم قدرة على التفاوض حلوة قدرة على الإقناع وبشوف انكم هيكون عندكم كمان روح ابتكارية هيلة خصوصا لو بتعملوا في مجال إبداع أو إبداع أو مجال فني هتكون دي فترة هيلة بالنسبة لكم من أول 28 ستة لغاية آخر السنة المهم أني لازم أفكركم أنه سنة 2020 بتعتمد نجاحكم أو نجاحكم فيها بيعتمد على حماية نفسكم من أي خداع مهم جدا أنكم تحاولوا وزنوا ما بين الحركة وما بين التفكير ما بين المغامرة وما بين الحذر يعني لازم تفكروا قبل ما تتحركوا ولازم يعني ما تغمروش لازم تكونوا حذرين جدا دي شروط دي شروط النجاح بالنسبة لكم خلال 2020 في نهاية السنة وتحديدا من أول 17 ديسمبر المشتري اللي هو كوكب الحظ هيدخل برجوكو بس كمان زحل هيدخل برجوكو ده في آخر السنة خالص آخر أسبوعين في السنة وعشان بيؤهلكوا عشان تبدأوا بقى سنة جديدة بعد كده هيكون فيها فرص أفضل إن شاء الله إنكم تعملوا قعدة قوية لأعمالكم على الصعيد المالي مهم جدا تنتبهوا لأن نيبتون عندكم في منزل المال وده كوكب الأحلام فده بيخليكم على الصعيد المالي حالمين جدا ممكن ما تعملوش حسابات واقعية لدخلكم يكون المصارفكم أعلى من الدخل فحاولوا إنكم تعتنوا بحساباتكم وترجعوا كويس خطواتكم ما تغمروش وحاولوا كمان تضعفوا الحذر من أول 23 يوليو لغاية 28 نوفمبر الفترة دي هيكون فيها تراجع للمريخ فده ممكن يخلي يعني حكمكم على الأمور المالية ما هواش صح فلازم تكونوا منتبهين جدا في آخر السنة المشتري هيدخل برجوكم يوم 19 ديسمبر وده هيساعدكم أكتر إنكم تزبطوا مصارفكم وأموركم المالية على الصعيد الصحي بشوف إنه المشتري وزحل وبلوتو الثلاث كواكب في منزل الصحة السلبي ده بيخلي حالتكم الصحية مش مستقرة دايما كتير ممكن تشعروا بالقرق يعني بتميلوا للصهر وممكن يكون عندكم في أوقات كتير ألام متفرقة ومع ذلك من أول 3 أبريل لغاية 6 أغسطس فينس حيجي كده زي السحر أو كوكب فينس بنقول حيجي لو فينس هنقول حتيجي ففينس حتيجي زي السحر تخلي كل الألام تختفي وتديكم طاقة أنتم مش متوقعين وكل سنة وإنتوا طيبين موليد السرطان هما اللي مولودين من يوم 22 يونيو لغاية 22 يوليو سنة 2020 هي سنة اكتساب الخبرات بالنسبة لموليد السرطان ليه هي سنة اكتساب الخبرات لأن السنة بتبدأ وعندكم خمس كواكب في مواجه بروقكم وبقية السنة هيكون يعني ما بين ثلاث كواكب يعني ما هيقلوا الخمسة هيبقوا ثلاثة في بعض الأحيان ممكن يبقوا اتنين في المواجهة المهم أنه كواكب في مواجهة بروقكم ممكن تعملكم أجواء ضغطة كتير يعني يبقى عندكم ضغوط مهنية مشاكل خلافات فلازم تاخدوا بالك جدا تتأنوا وتكونوا حذرين ما تدخلوش في أي مغامرات أو أي نوع من المخاطرة خصوصا على الصعيد المالي وعلى الصعيد العاطفي المهم أنه السنة دي اللي هي سنة 2020 مهم جدا بالنسبة لكم الصبر الصبر ضروري جدا ليكو خلال السنة على الصعيد العاطفي بالنسبة لموليد السرطان عندكم المشتري وزحل وبلوتو في مواجهة برجوكو فإذا كنتوا متجوزين ده ممكن يخليكو بتميل للغضب بسرعة وللانفعال بسرعة مهم جدا أنتوا تحاولوا تتأنوا في إظهار عصبيتكو كمان ده بيخليكو تميل لتحليل المواقف بعمق أكتر من اللازم وتبقوا متطلبين جدا يعني يعيزين كل حاجة زي ما أنتوا بتتخيلوها تحصل وده بيبقى صعب جدا وبيحط ضغط على الطرف الآخر حاولوا أنكم تكونوا مرينين أكتر كمان تتحكموا في حساسيتكم بشوف أنه إذا فيه توافق أو حب ضروري أنكم ما تضيعوش التوافق مع الطرف الآخر بسبب الحاجات الصغيرة اللي ممكن تعمل مشاكل إذا كنتوا مش متجوزين بشوف أن الوضع الفلكي أفضل معاكم ممكن يكون فيه فرص للارتباط خصوصا أنه كوكب أورانوس موجود في منزل الأصحاب ده بيخليكم يعني ممكن تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب بس فيه مازال مش لازم ننسى أن فيه ثلاث كواكب في مواجهة بورجوكو ده ممكن يخليكم تفرملوا العلاقة دي من وقت الآخر بشوف لازم تاخدوا وقتكم في التعارف بهدوء بدون انجرف يعني ما تنجرفوش في المشاعر قوي كمان ممكن يكون عندكم رغبة في الحفاظ على استقلاليتكم أكتر ويمكن ده هو اللي يعمل فرمالة للمشاعر ماش لازم تقدموا وعود خدوا وقتكم لغاية ما تعدي السنة دي بعدها تعرفوا تاخدوا قرارات موفقة بدون أي ضغوط نفسية على الصعيد المهني بالنسبة لموليد السرطان في ثلاث كواكب طبعا في مواجهة بورجوكو ده بيخليكو يعني تكونوا مشتتين مش مركزين قوي على حقوقكم وده ممكن يعرضكم للوقوع في أخطاء فلازم تاخدوا بالكم تحولوا تاخدوا بالكم من حقوقكم لو كنتوا مطالبين بتوقيع أوراق أو عقود لازم تقروا كويس وتدرسوا كويس قبل ما توقعوا على أي حاجة كمان لازم تكونوا مستعدين إنكم تعملوا بخشونة والضعف جهودكم إذا عايزين توصلوا لأهدافكم بشوف إنه كمان نبتن في منزل الحظ ده بيساعدكم كتير إنكم تعرفوا وتتغلبوا على المشاكل أو بيديكم على الأقل بصيرة بتساعدكم إنكم تعرفوا تسبنتجوا وتعرفوا تاخدوا قرارات في النهاية سليمة المهم تعملوا اللي عليكم وتقروا كويس وتدرسوا كويس عشان ما تقعوش في أي أخطاء وعشان كمان في الأمور القانونية تحاولوا تكونوا ملتزمين ما تقعوش في أخطاء قانونية أما وجود أورانوس يعني إحنا قلنا إن نيبتون بيدعمكم وبيساعدكم إنكم تاخدوا قرارات في النهاية سليمة كمان أورانوس بيدعمكم رغم مواجهة الكواكب لكن أورانوس بيدعمكم بطريقة تانية إنه بيديكم روح تجديد في العمل وبيخليكم تقدروا تبتكروا أساليب جديدة في شغلكم ومن السهل إنكم كمان تحصلوا يا إما على عمل جديد ممكن تحصلوا كمان على مسندة من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل على الصعيد المالي بشوف إنه الحالة المالية صعبة تكون مستقرة السنة مع وجود المشتري وكمان بلوتو الاتنين دول المسؤولين عن الفلوس في دايرة الزودياك الكوكبين دول ممكن يخلوا في حالة عدم استقرار للحالة المالية مطلوب منكم بس ما تبلغوش في مصارفكم وفي نفاقاتكم حاولوا حاولوا كمان تركزوا على حقوقكم ما تضيعوش حقوقكم ركزوا عليها ممكن يكون فيه نزاع على أملاك لازم تعملوا اللي عليكم وتكونوا تحموا برضو حقكم في أي أملاك الحذر مطلوب بالنسبة لكم جدا ما تغمروش أبدا ماليا السنة دي ومطلوب منكم تعملوا يعني تديروا أموركم المالية بحزم أو تديروا نفاقاتكم بخشونة أو بحزم ومع ذلك أنا بشوف أنه دي فترة ممكن تكون صعبة لكن هتضيف لكم بالتأكيد خبرات جديدة على الصعيد الصحي بشوف أنه طبعا وجود ثلاث كواكب في مواجهة برجوكو ده ممكن يخليكو في حالة عدم استقرار نفسي وممكن يتسبب ليكم في بعض الأحيان في متاعب صحية يعني تأثر عليكم بدنيا أو تأثر على طاقتكم يعني تخليكو تتعبوا بسرعة ومع ذلك وردو وجود أورانوس في وضع داعم بيديكم إصرار أنكم تتغلبوا على أي ضغوط وأي متاعب صحية وتعرفوا تقوموا وتعرفوا تخرجوا من أي أزمات نفسية إن شاء الله موليد العزراء هما المولودين من أول 23 أغسطس لغاية 22 سبتمبر سنة 2020 هي سنة الفرص بالنسبة لكم وسنة 2020 بتديكم كل النشاط والطاقة والحيوية من أول من أول ما بتبدأ عندكم خمس كواكب بيدعموكم في منزل الحب بيديكم حظ مش بس في الحب بتديكم حظ على كل الأصعادة هيكون عندكم على الصعيد المهني شغل بحماس وتعرفوا توطدوا علاقتكم بكل اللي حواليكم ويبقى في صدقات مفيدة وكمان تلاقوا السعادة اللي انتو بتتمنوها في الحب نبدأ بالحب ونبدأ بالصعيد العاطفي وعندكم يعني ثلاث كواكب بيدعموكم طول السنة وفي أول السنة هم خمسة المستمرين معاكم المشتري وزحل وبلوتو ثلاث كواكب في منزل الحب بيدوكم طاقة عاطفية هيلة وتقدروا انكم تبنوا مستقبل مع شركاء الحياة على أساس راسخ ودي ده اللي انتو عايزينه السنة بتحاولوا تحطوا أساس للعلاقة مع شركاء الحياة وأساس قوي إذا كان فيه توافق مع شركاء الحياة هتعرفوا تكملوا فعلا على أصص راسخة لكن إذا ما كانش فيه توافق أصلا مع شركاء الحياة فمواجهة نبتون لبرجوكم ممكن تتسبب ليكم في مشاكل زوجية نبتون طبعا موجود بقى له فترة في مواجهتكم فلو أصلا ما فيش توافق مع شركاء الحياة فالمشتري وزحل وبلوتو مش من السهل إنهم يحسنوا حاجات قوي لكن عموما لو فيه أمل من العلاقة دي يبقى وجود التلات كواكب دول هيساعدكم كتير تصلحوا وتقربوا أكتر من شركاء حياتكم لو أنتو مش مرتبطين بشوف إنه ممكن يكون عندكم رغبة كبيرة في الحب السنة دي سقفة وموحاتكم هيكون يرتفع أكتر ويخليكم تحطوا شروط للشخص اللي أنتو عايزين ترتبطوا بيه وممكن تلاقوا الشخص اللي أنتو فعلا بتحلموا بيه بس متأخر شوية من أول سبتمبر إن شاء الله على الصعيد بقى المهني بشوف إنه سنة عشرين عشرين هتخليكم عندكم استعداد إنكم تشتغلوا بخشونة أكتر وتعرفوا تكسبوا بجدارة سكة كل اللي حواليكم أو كل اللي بيشتغلوا معاكم هتقدروا يعني تعملوا شغل على أصص قوية عندكم طموح أكبر وتقدروا تخلوا اللي حواليكم يشعروا بإيمتكم الحقيقية المشتري وزحل وبلوتو التلاتة مجتمعين في برج ترابي هما في الجادي وأنتوا البرج العزراء فبالتالي ده فيه دعم هايل بالنسبة لكم وده بيساعدكم إنكم تستفيدوا من كل الخبرات اللي مرت بيكم وتقدروا تحطوا خطط مربحة وكل ده حيعلي إن شاء الله من شأنكم جدا وأنا بشوف إنه العزراء من الناس الأكثر حظا السنة دي إن شاء الله كمان أورانوس موجود في منزل الحظ ده بيديكم حظ في السفر كمان حلو قوي وتعرفوا تثبتوا يعني تثبتوا طاقتكم وتثبتوا نفسكم في كل عمل بتقوموا به وتقدروا تحققوا تقدم وممكن كمان تجيلكم فرص غير متوقعة يعني أنا بشوف إنها إن شاء الله سنة مليانة تحديات وسنة شيقة جدا هتعرفوا تعيشوها بإذن الله بسعادة وبتوفيق على الصعيد المالي بقى عندكم المشتري وبلوتو اللي هم الكوكبين المسؤولين عن الفلوس بشوف إن هم في وضع داعم جدا من أول السنة ده بيساعدكم إن شاء الله إنكم تحققوا مكاسب مالية حيكون كمان وقت مناسب جدا للبيع والشراء السنة كلها يعني تعتبر هيلة في البيع وفي الشراء ممكن تزودوا أملاك ممكن تعرضوا حاجة كنتوا مش عارفين تبعوها ممكن تتبع السنة دي عموما هو وقت مناسب كمان لاستثمار المال وممكن تكون قدامكم فرص هيلة إنكم تدخلوا في نشاطات تجارية مربحة الفلك كمان بيديكم براعة في التفاوض على زيادة دخلكم خلال 2020 أما على الصعيد الصحي ففيه أربع كواكب بيدعموكم طبعا أورانوس في منزل الحظ وعندكم الثلاث كواكب اللي قلنا عليهم المشتري وزحل وبلوتو ده كله أربع كواكب بتديكم منتهى القوة ومنتهى الحيوية عندكم مناعة قوية إن شاء الله وعندكم قوة نفسية كمان كل ده إن شاء الله بيساعدكم أو الوضع الفلكي عموما بيديكم طاقة ونشاط وصحة نفسية وكل ده بيساعدكم جدا على الإنجاز وإنكم تعيشوا حياة صحية كمان مهم إنكم تهتموا بصحتكم لأن ده هيضاعف من طاقتكم بإذن الله موليد العقرب هما المولودين من أول 23 أكتوبر لغاية 22 نوفمبر سنة 2020 هي سنة اليقظة والحركة بالنسبة لموليد العقرب وسنة 2020 هتحمل لكم انفتاح اجتماعي وممكن فرص للحركة والتقدم والحركة ده ممكن تخلي موليد العقرب مفيش حد قاعد في مكانه يعني ممكن يكون فيه تغييرات ممكن تكون تغييرات إيجابية أو يعني انت تخلي حاجات تانية الفلك بيدي الموليد العقرب في 2020 رغبة في انكم تدخلوا في مشاريع جديدة سواء ده كان في الحب أو في العمل خلينا نشوف الحب الاول على الصعيد العاطفي المتجوزين من اللي هما موليد العقرب المتزوجين هيكون عندكم اورانوس في مواجهة برجوكو ده بيخليكم تعيشوا كتير تحت ضغط عصبي ممكن يكون عندكم شعور أو رغبة في التجديد وفي التحرر من الكيود وده بيخليكم كمان احتمالكم يقل يعني قوة التحمل تكون قليلة شوي يعني المطلوب منكم انكم تحاولوا تتفهموا ان الناس مختلفة او ان الطرف الاخر مختلف عنكم لانا احيانا موليد العقرب بيكونوا عايزين طاعة عمياء وده بيكون صعب جدا على الطرف الاخر ومع ذلك انا بشوف ان وجود المشتري وزحل وبلوتو التلاتة فوضة داعم ده بيساعدكم جدا انكم تتحكموا في ردود افعالكم وحيكون عندكم استعداد انكم تكتهدوا عشان تحفزوا على اتزان الحياة الزوجية من خلال مشاركة الطرف الاخر وحتكتهدوا اكتر انكم تعرفوا رغبات الطرف الاخر ايه وده ممكن يساعدكم كتير على تفهم الاختلاف اما اذا كنتوا مش مرتبطين فبشوف انه مواجهة اورانوس لبرجوكو ده بيخليكم بتاميلوا للمغامرة عاطفيا اكتر وممكن ده يدخلكم في علاقات عابرة يعني ممكن تكون علاقات ما بتكملش اه ومع زيلك برضو في منزل الحب ده بيديكم ميل الرومانسية وبيخليكم بتحلموا بشكل حب انتم عاوزينه يمكن ما يكونش موجود قوي لكن مين عارف يمكن تلاقوه اه على الصعيد المهني اه بشوف انه وجود المشتري وزحل وبلوتو التلاتة في منزل والمشتري كمان بيديكم حماس وطاقة المشكلة الوحيدة في مواجهة اورانوس ده اللي لازم يخليني اقول لكم انتبهوا جدا لحقوقكم ولو كنتوا مطالبين بتوقيع اوراق او عقود مهم جدا تقروا كويس وتدرسوا كويس قبل ما توقعوا على اي حاجة مهم كمان ما تغمروش في قراراتكم ادرسوا كويس قبل ما تاخدوا اي قرار اما على الصعيد المالي فالمشتري وبلوتو كوكبين المسؤولين عن الفلوس في دائرة الزودياك هيدوكم خبراتكم في اكتساب المال فعندكم فترات هيلة لاكتساب الفلوس او يمكن السنة كلها كمان تكون هيلة في اكتساب الفلوس فيه ممكن يكون فيه دخل مدي مناسب فينوس كمان من 3 ابرل غاية 6 اغسطس بتديكم وقت مناسب جدا للبيع وللشرة وتقدروا انكم تزودوا مدخراتكم او املككم في الفترة دي على الصعيد الصحي بشوف انه مواجهة اورانوس لبرجوكو بتخليكم بتميلوا للعصبية في اوقات كتير وده ممكن يترتب عليه شعور بألام بقولون عصبي ألام في المعدة كلها اسبابها عصبية او ممكن يكون عندكم حالة قرق هو مواجهة اورانوس دي ممكن تتسبب كتير في قرق او عدم انتظام في ضربات القلب ومع ذلك وجود 3 كواكب في منزل في منزل او في وضع دا دا بيساعد كتير انكم تحاولوا تتغلبوا على المشاكل النفسية اللي بتؤدي المشاكل البدنية ف يعني الاجتماعية الموفقة اللي هندكم هتساعدكم كمان انكم تخرجوا من اي حالة نفسية مش حلوة وتساعدكم ان صحتكم تتحسن كتير موليد الكوس هما المولودين من اول 23 نوفمبر لغاية 21 ديسمبر سنة 2020 بالنسبة لكم هي سنة التقدم سنة 2020 ان شاء الله هيكون فيها تقدم مهني خصوصا من اول 22 مارس لكن عاطفيا الحالة الفلكية ما هياش رائعة زي ناحية المهنية فينوس هتكون في مواجهتكم اربع شهور من اول 3 ابريل لغاية 6 اغسطس وده ممكن يتسبب ليكم في الفترة دي في خلافات عاطفية خلينا نشوف موضوع الناحية العاطفية ده بالتفصيل ونبدأ بالصعيد العاطفي اذا كنتوا متجوزين فينوس طبعا بما انها في مواجهتكم من اول 3 ابريل لغاية 6 اغسطس ده بيخليكم تميلوا للعصبية او للتصرع في الغضب وممكن يكون عندكم رغبة كمان في الهروب من القيود والالتزامات لكن الموضوع ده الحمد لله مش على طول هم اربع شهور وممكن يتحسن تتحسن الحالة النفسية ليكم من اول 28 وعشرين ستة يعني قبل ما نوصل لغاية 6 8 هيكون المريخ بيدخل في منزل الحب فده هيخفف كتير من مواجهة فينوس وتبدأوا تتحسنوا نفسيا شوية من اول 28 وعشرين ستة وتبدأوا تستعيدوا تاكدكم العاطفية وتستعيدوا مشاعر الحب لشركاء الحياة اذا كنتوا مش مرتبطين بشوف انه من اول 28 ستة المريخ هيكون في منزل الحب ده هيديكم فرص هايلة للارتباط وممكن يكون في فرص للالتقاء بشخص يجذبكم في الوقت ده يعني هيكون عندكم اسرار انكم توصلوا بكل الطرق للشخص اللي انتوا معجبين به ونتيجة ده هيكون ان شاء الله فيه توافق رائع وولادة مشاعر حقيقية في الفترة من اول 28 ستة لغاية اخر السنة على الصعيد المهني والاجتماعي بشوف انه زحل الموجود في منزل العلاقات من اول 22 مارس لغاية 28 ستة ده بيديكم سرعة بديهة بيديكم روح تنظيمية هيلة وقدرة انكم تعملوا فعلا بفاعلية الفترة دي من اول 22 مارس لغاية 28 ستة وممكن نقول لغاية اول سبعة كمان زحل في منزل العلاقات بيديكم فرصة تعملوا انترفيوز في شغل لو عايزين تعملوا انترفيو او عايزين تقنعوا حد بفكرة دي فترة هيلة للاقناع عندكم قدرة على ابراز مواهبكم قدرة على الاقناع وقدرة كمان على التفاوض من 22 مارس لغاية اول سبعة هيكون في فرص انكم تلتقط يعني او يقز تخليكم تلتقط الفرص وتعرف تكونوا عندكم ثقة اكتر بنفسكم كمان وجود اورانوس في منزل العمل ده بيديكم قدرة على التجديد وتعرف تحطوا نظم وافكار جديدة ان شاء الله اما من اول 28 ستة بقى لغاية اخر السنة المريخ هيكون في وضع داعي وده بيساعدكم جدا ان انتم توصلوا لاهدافكم بسرعة هيكون عندكم في نص السنة التاني بالذات من اول 28 ستة عروض او فرص لسفر او تقدروا تتحركوا بنشاط اكتر وكمان هيكون وقت مناسب جدا انكم تبرزوا مواهبكم بصورة افضل ان شاء الله على الصعيد المالي عندكم المشتري وزحل وبلوتو التلاتة موجودين في منزل المال وده وده ممكن يساعدكم انتم تحصلوا على فلوس افضل او مرتب افضل وتعرفوا انكم تحطوا ميزانية واقعية ان شاء الله وتقدروا ممكن تحققوا مكاسب بس كل ده ممكن يحصل بشروط الشروط هي انكم لازم تعتنوا جدا بحسابتكم يعني تدوا كل حاجة حقها من التفكير ومن الدراسة ما تتسرعوش في القرارات المالية لان ممكن يكون تركيزكم قليل وده يخليكم تقعوا في اخطاء تتسبب لكم في خسارة لكن في نفس الوقت مازال الحظ موجود في انكم تحصلوا على فلوس افضل بس لازم الاعتناء بالتفكير وبالدراسة ترجعوا خطواتكم زحل كمان بيساعدكم جدا انكم تديروا اموركم المالية بخشونة يعني تعرفوا تحطوا ميزانية خشنة وتلتزموا بيها وتقدروا كمان تتوصلوا الافكار تزود دخلكم وتقلل من نفقاتكم بس مطلوب منكم انكم ما تغمروش ماليا في الفترة من اول 3 ابريل غاية 6 اغسطس فينس هتكون في مواجهة برجكم وده يخليكم مشتتين او تاخدوا كرارات خاطئة فلازم تنتبهوا جدا لحقوقكم كمان تنتبهوا ما تغمروش زي ما قلت واذا مطالبين بتوقيع اوراق او عقود ضروري تقروا كويس في الفترة دي عشان ما تاخدوش كرارات خاطئة اما على الصعيد الصحي فوجود اورانوس في منزل الصحة الايجابي ده بيديكم طاقة وبيديكم نشاط معظم الوقت كمان من اول 28 ستة المريخ هيبقى في وضع داعم بيديكم منتغى الحماس ومنتغى الطاقة ومنتغى الحيوية ان شاء الله موليد الميزان هم المولودين من اول 23 سبتمبر لغاية 22 اكتوبر سنة 2020 بالنسبة لكم دي سنة التحديات او سنة التحدي سنة 2020 ممكن يكون فيها ليكو نصيب من السعادة خصوصا في الحب لكن في الحياة العملية مطلوب منكو شوية تماسك وارادة قوية واسرار وقوة تحمل عشان تعرفوا تتغلبوا على العقبات بس خلينا نبدأ بالحب وبالصعيد العاطفي الاول لان ده في حظ ان شاء الله حلو لكم اذا كنتم متجاوزين بشوف انه من اول يوم 3 ابرل لغاية يوم 6 اغسطس فينس موجودة عندكم في منزل الحظ وده بيديكم علاقات حلوة مع شركاء الحياة وحيكون عندكم روح فكاهة اكتر وسرعة بديها كل ده بيساعدكم انكم تحققوا تقارب اكتر من شركاء الحياة وممكن كمان يكون فيه شعور بالمشاركة اكتر او باستعداد للمشاركة اكتر مع شركاء الحياة لكن من اول 28 يونيو يعني مش فينس مش قاعد على طول بيدينا الحظ هو صحيح قاعد لغاية 6 8 بيدي حظ حلو في الحب لكن فيه حاجة مشكلة بتحصل في النص انه المريخ بيدخل في مواجهة برجوكو من اول شهر 7 او بالزبط من اول 28 يونيو وده ممكن يخليكم عرضة لصدام مع شركاء الحياة او خلافات زوجية او شوية ضغوط واشتباكات مع شركاء الحياة عموما ما تقلقوش الكلمة العليا بالنسبة للميزان هتكون للحب فحتى لو كان فيه شوية مشاكل عابرة هيكون دايما اختيار الميزان للحفاظ على قيمة الحب اذا كنتوا مش مرتبطين انا بشوف ان السنة دي ممكن يكون فيه فرص هيلة للارتباط خصوصا من اول 3 ابريل لغاية 6 8 ممكن كمان قبل 3 ابريل لما زحل يدخل في منزل الحب يوم 22 مارس ده ممكن يخلي فيه احتمالات انه يكون فيه مقابلات او انجذاب لشخص ما بس تزيد المشاعر من اول 3 ابريل عموما الفرص قدامكم للارتباط هيلة خلال السنة دي ومن 3 ابريل زي ما قولنا لغاية 6 اغسطس وممكن خلال الفترة دي تعيش مشاعر جميلة ممكن يحصل حب من اول نظرة او تستعيد حب قديم او تاخد قرار بالجواز كل شيء جايز مع وجود فينس بالنسبة لكم في منزل الحظ نروح بقى على الصعيد المهني والمشتري وزحل وبلوتو التلاتة الحقيقة في وضع معاكس وبشوف انه ممكن يكون ده يتسبب في ارباكات مهنية بالنسبة لموليد الميزان ومع ذلك انا بشوف ان موليد الميزان عندهم نوع من المرونة بتساعدكم يعني انكم تعرفوا تمشوا بسلاسة في وسط الطيرات المختلفة يعني ده المشتري وزحل وبلوتو ممكن يتسببوا ليكم في اتجاهات كتير في تشوش في تشتت بين اكتر من اتجاه ومع ذلك بشوف انه المرونة بتاعتكم بتساعدكم انكم تمشوا في اكتر من طيار ومع ذلك ومع ذلك اهداف كتير وطيرات مختلفة كمان عندكم قدرة انكم تقلبوا المواقف الصعبة لصالحكم وده هيساعدكم كتير وانتم محتاجين للموهبة دي خلال السنة دي المطلوب بس منكم تبدأوا تاخدوا بالكم جدا من اول 28 يونيو لان المريخ هيكون في مواجهة برجكم والغاية اخر السنة يعني من 28 يونيو الاخر السنة ممكن تكونوا عرضة لسوق تفاهم او ان حد ياخد حق من حقوقكم او حد عايز يوقعكم في اخطاء كل ده ممكن يتسبب لكم في عدم استكرار في المزاج وفي الحالة النفسية من اول السنة كمان ممكن يكون فيه ظروف شغل صعبة شوية ضغوط ده في اول السنة عموما اول السنة ومن اول كمان 28 ستة لغاية اخر السنة مهم جدا تحافظوا على التماسك من اول السنة لغاية الربيع تحافظوا لغاية 22 مارس حاولوا تكونوا متماسكين قد ما تقدروا من اول 22 مارس ممكن الدنيا تبدأ تتحسن لما زوحل يتنقل لوضع داعم بالنسبة لكم هيكون عندكم في الوقت دا من اول 22 مارس حكمة في معالجة الامور هيكون عندكم بعد كده فينس في وضع برضو داعم من اول 3 ابريل دا برضو بيساعدكم كتير في منزل الحظ انكم يكون عندكم ممكن صفر يعني حظ في الصفر حلو من اول 3 ابريل لغاية اوائل 7 هو المفروض انه لغاية اوائل 8 بس الافضل انه الصفر يكون لغاية اول 7 عشان بعد كده المريخ من اول 7 بيكون في المواجهة بشوف انه الفترة دي كلها من اول 22 مارس غاية اول 7 فترة فيها حظ كبير جدا بالنسبة لكم تاخدوا هدنة من الضغوط ومن المشاكل وتلحقوا تلاقوا حلول المشاكل اللي قابلتكم حاولوا تتنفسوا الصعداء في الفترة دي بس من اول 28 6 ما تنسوش لازم تنتبهوا لحقوقكم وتاخدوا بالكم في توقيع اي اوراق او عقود وتاخدوا بالكم من كل حاجة عشان ما تقعوش في اخطاء اما على الصعيد المالي فبشوف انه المشتري وبلوتو لاتنين المسؤولين عن الفلوس موجودين في وضع معاكس وده ممكن يعني يحط عقبات في اكتساب كم للمال او في سيولة الدخل بتاعكم مع ازدياد بقى في الاتزامات المالية يعني ممكن يكون الاتزامات المالية بتزيد ومع ذلك انا بشوف انه وجود اورانوس موجود في منزل المدخرات ده بيديكم افكار مبتكرة وزكية عشان تعرفوا تزودوا دخلكوا رغم العقبات اللي بتقابلكم عموما في جميع الاحوال يعني الوضع الفلكي ما هواش سيء قوي في حاجات تانية بتلحقكم وبتديكم شوية راحة وتقدروا والوضع الفلكي كمان بيمرنكم انكم تعرفوا تتحركوا في حدود امكانياتكم على الصعيد الصحي بشوف انه فيه كواكب كتير بتعمل على انكم طاقتكم تقل ممكن تكونوا بتتعبوا بسرعة يعني الحالة الصحية ممكن ما تكونش مستقرة اوقات بتبقى حلوة واوقات بترجع تنزل مهم قوي تحاولوا تجتهدوا انكم تحافظوا على الاتزان النفسي ليكم لان الحالة النفسية بتأثر عليكم بدنيا طول السنة حاولوا تقو نفسكم بالروحانيات ده بيساعدكم جدا حاولوا تطمنوا نفسكم حاولوا ما تسيبوش نفسكم للانفعالات وللغضب لان ده بياخد طاقتكم خصوصا ابتداءا من 28 يونيو لما المريخ يبدأ يبقى في مواجهتكم مهم جدا تتحكموا في عصبيتكم ما تسيبوش نفسكم الطاقة تروح منكم عموما كمان فاكلوكو حاولوا تتجنبوا المواد الحافظة والمواد الصناعية حفاظا على صحتكم وعلى سلامتكم وكل سنة وانتو طيبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر